كاتوا مع الفيديو الثاني لمسميات المرأة في اللغة العربية انتهينا في الفيديو السابق عند 33 صفة للمرأة قد أطلقتها اللغة العربية على أوصاف المرأة سنكمل الصفة الرابعة والثلاثون الدخيمة هي المرأة منخفضة الصوت العروب هي المحببة أو المحبة لزوجها متحببة إليه عروب وطبعا في القرآن عروبا أطرابا النوار إذا كانت نفورا من الريبة تبعد عن الريبة والشك القذور المتجنبة الأكذار الحصان هي العفيفة طبعا جاء من التحصن والحصن محصنة البنون كثيرة الولد النظور قليلة الولادة المذكار تلد الذكور المئناث تلد الإناث المهاب تلد مرة ذكر ومرة أنثى مقلات التي لا يعيش لها ولد منجاب التي تلد النجباء يعني الأذكياء محمقة التي تلد الحمقة اللهم الأغبياء المنكورة المطرية الخلق يعني لها خلقا عظيم اللدينا الليينة الناعمة لدينا المقصد لا يراها أحد إلا أعجبته نقصد إليها الخبر نجه الجارية الحسنة الخلق في استواء الرجراجة الدقيقة الجلد الرتكة كثيرة اللحم أيضا الخريدة هي الحبيبة والطفلة هي ناعمة الملمس والعطبولة هي طويلة العنق والبراقة هي بيضاء الثغري والدهثمة هي السهلة العانك التي لم تتزوج والباهرة التي تفوق غيرها في الجمال من النساء في الحسن الهنانة الضاحقة المتهللة أيضا الغيلم الحسناء وحسناء الخلق وحسنة الخلق أيضا المتحرية حسنة المشية في خيالاء العيطموس هي الفطنة والحسناء والسهلبة خفيفة اللحم والعزيزة هي التي تغفل عن الشر وارتكاب الشر وأهل الشر الرائعة هي التي تصر كل من ينظر إليها البلهاء الكريمة الفيصاء الطويلة العنق المجدولة الممشوقة الشموس التي لا تطمع الرجال في نفسها امرأة شموس أيضا مع الصفة الأخيرة الصرعوفة هي الناعمة الطويلة هذا عن مسميات اللغة العربية على صفات المرأة المختلفة جزاكم الله خيرا ولا تنسوا الاشتراك في القناة ونأسف على هذا الصوت فهنا احتفالات في نيويورك بمناسبة الرابع من يوليو عيد التحرير لأمريكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة